موسيقى بعد أن تناولنا بالبحث والدراسة والتحليل الاختصادي المنهجي مكونات السياسة النقدية والسياسة المالية في سوريا على مدى الحلقات الماضية واستكمالا لعرض مفاهيم وأبعاد السياسة الاقتصادية الكلية الحالية في سوريا بمكوناتها الأساسية السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة التجارة الخارجية والتبادل الدولي وإدارة العجز التجاري لابد لنا من تحليل معمق لأثر القرارات الحكومية في مجالات السياسة المالية والنقدية الصادر مؤخرا على عمليات الإنتاج والتصدير والاستيراد في سوريا وأثرها على زيادة أو تخفيض قيمة العجز التجاري بينما نستورده وما نصدره حيث ما زالت معدلات التطور السلبي لحجم العجز التجاري في سوريا تتزايد بالطراد مع تغير جملة العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية وبشكل متواتد حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية عالميا بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب التوترات والمشاكل السياسية والاقتصادية والدولية والإقليمية وأيضا تأثير جملة العقوبات الظالمة على سوريا إضافة إلى ما يعانيه الاقتصاد السوري من حالة ركود تضخميا اتفق عليه كل الباحثين والدارسين للشأن الاقتصادي المحلي إضافة إلى جملة المتغيرات الاجتماعية والبشرية ومؤخرا كارثة الزلزال وللحديث عن أبعاد وآثار وارتباط التوجهات الحكومية في السياسة النقدية والمالية على عمليات الإنتاج والتصدير والاستيراد في سوريا معنا في الستوديو الأستاذ أدهم الطبع عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية أهلا ومرحبا بك أهلا بكم أستاذ المشاهدين وأيضا الأستاذ ياسر كريم عضو مجلس غرفة تجارة دمشق ورئيس اللجنة الإعلامية أهلا ومرحبا بك أهلا بكم مشاهدين الكرام نبدأ الحوار ولكن بعد هذا الفاصل أستاذ أدهم أبدأ معك يعني وانطلاقا مما ذكرناه في المقدمة شهدت الفترة الماضية حراك حكومي خرج وتوج بمجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة كيف تنظرون إلى جملة هذه القرارات وتأثيرها على القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع النسيج بشكل خاص القرارات الحكومية الأخيرة قرارات جيدة تصب مصطح القطاع الصناعي في سوريا لو جاءت متأخرة بس هي قرارات جيدة هل رجعين فتح القروض للمشاريع الانتاجية كان أول مسكرة بسقوفة أصبحت القروض للصناعيين بسقف مفتوح وأجبروا المصارف كل مصرف ويعطي ثلاثة رباعة محفظته الاستثمارية للقطاعات الانتاجية وليست التجارية لا تدخل على المضاربات تدخل على تسجيع الانتاج والاستيرات والدولة مشكورة هل اللي عم تفعل ومفاعلته وعم تتابع برنامج حلال بدائل المستوردات في قائمة كبيرة من الصناعات سوريا عم تطلبها وعم تستورد موادة من برها هل اللي عم تقول له تعالى خلينا نوطنا بسوريا معطيك أرض بالمدن الصناعية الموجودة بسوريا لتقسيطاً عشرين سنين وما من دفعك أول دفعة لبعد سنتين بتكون انت عمرت بلش بالانتاج هلتخفف علينا فاتورة الاستيرات هلأ الدولة حاطة والحكومة مشكورة كل جهدها تطوير قطاع الصناعي دعمه بس مشكلة القطاع الصناعي الأساسية هلأ هجرت لد العاملة الماهرة لدول الجوار واحدة أساسية والشغلة الثانية حوامل الطاقة هلأ مؤخراً الفيول المازوط على تطريق التسعير الجديدة كل نهار أحد في تسعير جديدة وطنبع بسعر الكلفة الصناعي حل حلية بس الفترة الأبلى كنا عم نعاني بعد أن توفر المازوط والفيول للمصانع طيب هلأ رح نتحدث بالتفصيل عن كل مكون من هاي المكونات اللي حضرتك ذكرتها لأنه لها دور فعلاً كبير جداً في موضوع الانتاج الصناعي ولاحظنا بأنه هناك دعم حكومي متزايد خلال الفترة الأخيرة بما يخص دعم القطاع الصناعي السوري إذا أردنا أن نتحدث عن آخر القرارات مثل قرار استيراد الأقطان المحلوجة ما هو رأيكم بهذا القرار؟ هذا استيراد الأقطان المحلوجة قرار ممتاز وطالبنا فيه مراراً لأنه سوريا كانت من دول الرائدة بالمنطقة بإنتاج الأطن بالعالم بس بعد الحرب الظالمة على سوريا وخروج مساحة أراضي كبيرة عن زراعة أطن صار معامل قطاع العام والخاص ما عند المادة أولي أطن محلوج لتشغل معاملها بتاقتل إنتاجها الكاملة الحكومة وافقت على لمدة ستة شهر مصانع تستورد الأطن المحلوج عشان تشغل المعامل بس نحن متمنع الحكومة ما تحصلوا القرار بستة شهر تعطي قرار مفتوح ليش؟ لأنه أنت يجيبي أطن لمعاملة ما هو موجود أطن محلوج بالأسواق تشتريه من البورصة مثل خيط أطن غزوخ خالصة أنت في عالم بتروح تضمن أراضي مثلا بالسودان وغير دول بتشتري المحصوب بما يطلع بتدفع رعبين نحن بدنا آلية مستمرة لإستيراد أطن محلوجة المعامل الدور وتعمل خطة الإنتاجية وليس ما ترجع صراعة الأطن بوقتها بنعطيهم مهلة سنة بعد سنة نحن بنوقف الاستيراد أنه حيطلع عنا أطن محلوج لأنه نحن صناعة النسجية أساسية إذا ما عاد عنا أطن محلوج والخيوط ممنوع استيرادة الأطنية مسرح ومشطة حماية لصناعة المعامل القطاع العام نستعيد عنا باستيراد الأقمشة ونحن عنا حلقات الإنتاج كلها موجودة إذا ما عنا المادة الأولية ضربنا أربع خمس حلقات فتنا على الإماش حولنا الألبسة وبعنا في حين إذا جبنا أطن محلوج شغلنا معامل الغزل عام وخاص يعني تتوقعوا مساهمة جيدة بهذا الموضوع على الصناعات النسجية طيب ما أثر برأيك ستكون على أسعار المنتجات في الأسواق أكيد بس يتوفر الغزول بلاش تتوفر بلاش تنزل أسعارها بالأسواق الغزول الأطنية وتنزل المادة الأولية الغزل بينزل سعر الإماش وتنزل سعر الإماش بينزل سعر الإماش إلا إذا صار تضخم من ناحية تانية بالمحروقات بشي تاني ما بيعدل بس ألا كأسعار غزول بعدما طرع القرار بلاش أسعار غزول بالقطاع الخاص تنزل مقارنة مع الفترة السابقة صارت أرخص من القطاع العام ولكن البعض يقول أستاذ يعني بأنه القرار غير مكتمل بكون هناك ارتفاع في أسعار في تكليف الاستيراد وأيضا الرسوم الجمركية فطالب البعض بأن يكون القرار ملحق بموضوع أن يكون هناك إعفاءات من طالب إعفاءات للغزول الأطنية هي الأطن المحلوش والغزول الكمباكت لا تنتج محلينا بالعام ولا بخاص من كافة الرسوم الجمركية هذه المادة الأولية للصناعات المسيجية الأطن المحلوش بيطالع منه الخيوط المسرحة والممشطة والخيط الكمباكت لا ينتج محلينا هذا مفروض ينعفع من الرسوم الجمركية حدثك معنا بحلقة سابقة وطالبنا بسماح باستيراد وتم السماح ما هو الأثر الذي حققوا هذا الموضوع؟ توفرت الخيوط الكمباكت بالأسواء المحلية وأدت توفر منتجات رجع تصدري وهلأ في معرض موتيكس تصديري بشهر واحد هو نتاج أربع غرف أساسية بسوريا غرفة صناعي دمشق غرفة تجاري دمشق غرفة صناعي حلب غرفة تجاري حلب معرض مشترك تصيب أرض مدينة دمشق معرض مساحة تغطي حوالي 20 ألف متن مربع هذا المعرض الأكبر من قبل الأزمة هي كان سير حجب معرض هذا الأكبر خلال الأزمة وبعد الأزمة وإن شاء الله متأمل نرجع نعيد وجود منتجاتنا الأسواء التصديرية المجاورة نعم أستاذ ياسر ما رأيك بجملة هذه القرارات ولسيما تحدثنا مطولا عبر منصتنا الاقتصادية حول ضرورة تنشيط العملية الانتاجية بأدواتها من الاستيراد وتصدير وذلك بهدف رفع القيم الصادرات وأيضا زيادة وتوفير القطع الأجنبي اللازم لتنشيط العجلة الانتاجية برأيك جملة القرارات الحكومية الأخيرة لبت المتطلبات الأطر التشريعية والقانونية لتنشيط ودعم هذا الموضوع أم لا يعني نحن هنا ما ننطلق من النص أو من الأخير يجب أن ننطلق من الأول هل الاقتصاد فقط صناعة أم الاقتصاد زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وخدمات وأنشاء نحن الآن ننظر لجزء لا يكفي لنهوض البلد لا يكفي لنهوض سورية يجب أن نفعل جميع المفاعيل الاقتصادية مثلا التجارة الآن التجارة بأسوأ أوضاع والتجار هنا محهم مصاري التجار طبعا هنا جزء منهم صناعي وبيستخدموا المال للصناعة لا يمكن للصناعي أن يستورد وينتج ويبيع ويسوق هذا كلام صعب لذلك لحنا بدنا التاجر التاجر إذا غلقنا عليه أبواب التجارة يمشي رئيس المال متحرك أو يخفي رئيس ماله ما بده يشتغل لأنه ما ماله مكان لذلك لحنا قبل ما نعطي القرارات يجب أن نعطي الفكرة الكاملة لهوية الاقتصاد في سوريا لحنا الآن في صحيح الآن القوانية كلها تدعم تدعم الصناعي جيد لحنا ما منقول سيء هذا الكلام ولكن أين باقي المجتمع؟ هل المجتمع كله صناعي؟ يعني برأيك حالياً عم بيكون الدعم لقطاع دون الآخر مئة في المئة قطاع للصناعة في إله دعم جيد لحنا معه لحنا جزء صناعي ما في تاجر كبير في البلد اللي عنده عمل صناعي ولكن بدنا باقي الفعاليات رؤوس الأموال اللي معه مليون ليرة خمس ملايين ليرة إذا هاجر راحوا معه الخمس ملايين طلعوا معه لحنا بدنا كل رؤوس الأموال هاي ليش عم تطلع لغير بلاد وتشتغل يجب الحفاظ على رؤوس الأموال يلي جزء مننا تجاري وجزء مننا زراعي وجزء مننا خدمات وجزء مننا فكري الأطباء كم طبيب طلع كلنا دولة طلعوا برس تسمروا ويشتغلوا وين هون دول؟ بدنا جزء المجتمع دول طيب أستاذ ياسر برأيك هل الظروف الحالية مواتية لذا تكلم عن استثمارات وعودة الاستثمارات الخارجية أو جذب رؤوس أموال خارجية يعني نحن الآن بوضع خاص نوعا ما أو على توصيف بعض المختصين بهذا الموضوع له أدوات معينة وملامح معينة برأيك هل الأفضل الآن توجه لي جذب الاستثمارات الخارجية رؤوس الأموال الخارجية أم الحفاظ على المستثمرين المحليين الوطنيين جزء واحد وليس جزئين بحفاظك على الفكر والنتاج الوطني تستطيع أن تأتي باستثمارات أما إذا ما استطعت أن تحتفظ بهذه الكفاءات والمال ما بيجي استثمارات لأنه كل شخص موجود في سوريا يعمل باقتصاد هو رسالة موجهة لكل العالم إذا استفاد هات سيجيب أخوه كان بأوروبا بأمريكا بأنه تعفي فائدة أما إذا كان متضايق ما بيجيب استثمارات إذن الحفاظ على الاستثمار الوطني ودعمه هو جزء من هو رقم واحد إنتاج الاستثمار ولكن لخضنا أيضا وتحدثنا كثيرا بهذا الموضوع بأن أغلب رؤوس الأموال حاليا المهمة التي كانت موجودة في البلد أصبحت أصبحت الفروع الأساسية لها خارج البلاد وأصبحت تفتح يعني جزء من هذا الفرع في سوريا بدل من أن يكون العكس أن يكون المقر الرئيسي لشركاتها أو مصانعها أو معاملها في سوريا والفروع في الخارج الآن المعادلة يعني مقلوبة نوعا هذا تكلمنا فيه ما تفسيرك بهذا الموضوع تكلمنا فيه من ثلاث سنوات أربعة سنوات نفس الكلام تفضيي إلنا رؤوس الأموال كيف ينفر تهاجر والعقول المنتجة تهاجر كما ذهبت يجب أن تعود يلي أغراها بالخروج يجب أن نغريها بالدخول مثال مثال أولا كل نحن نقول أنه التاجر جشع يهربوا التجار إلو لا التاجر هذا رجل أعمال ووطني ومحترم أهلا وسهلا فيك ثانيا كل واحد مغتري بطلع أخذ معه رأس مال اللي رجع على رأس مال ضرائب صفرية لماذا نحن نستحين نقول ضرائب صفرية لماذا نستحين نقول جمارك صفرية يرجع المال بعد ما يرجع المال بعدين يحسب حساباتك الثانية أما رجع المال كما خرج المال يجب أن يعود هذه معادلة مهمة جدا لذلك بالقوانين الصحيحة اللي مشجعة يعود رأس المال نحن مانا شايفين الآن القوانين مشجعة بالنسبة لرأس المال سنتحدث أيضا أستاذ أدهم الصناعة السورية المشهورة منذ القدم يعني نلاحظ الآن بأنها بدأت تفقد روح المنافسة والإبداع هل أسباب ذلك برأيك تعود لجملة المشاكل التي تعاني منها القرارات ممكن التمويلية والأوضاع التمويلية والبشرية أم غياب دعم مباشر من قبل الحكومة دعم مباشر ما في صناعي بيطلب دعم مباشر من الحكومة نعرف أوضاع الاقتصادية العامة للبلد بعد سنوات الحرب والحصار الاقتصادي وخروج منابع النفض نعرف ما عم نطلب دعم مباشر بس عم نطلب شي واضح بالقرارات والسياسيات والحكومة المؤخرة عم تتجاب لمطالب الصناعيين وأكد على زمينا إلى أي حد يعني تتم الاستجابة بهذا الموضوع نسبة عالية جدا وجيدة وبدأ ما بصير في نقاش بين الاتحاد غرف الصناع والحكومة على أي القرارات باللجنة الإقتصادية كل القرار بيطلع بمس الصناعة في منذوب من الصناعة ممثل رئيس الاتحاد بيحضار دائما فيه نقاش بس أنا بدي عقب على شغلة نحن التجارة والصناعة ما لنا متنافسين نحن منكمل بعض أكيد هذا السبب لاستضافة مظبوط إذا استجارة بنا نحطها بس استيراد صارت مصيبة للبلد أن وضع المالي وانتي يلتيب مقدمتك أنه ميزان التجاري عننا خاسر بدنا ناخد إخواننا بالتجارة يساعدونا لتصدير منتجاتنا مو بس للاستيراد استيراد موادنا أولي أن الصناعي بلد رئيس مال التاج ما بدي ليستمر عندما يكون رئيس مالي الكبير حطوا مكانات وأبني وأرقام كبيرة بده التاجر يموله برئيس مال العامل يموله أنه وتياخد عقد تصدير يموله المواد الأولية ورجع يصدر له إياه ويلاقي آلية رجع له المصاري نحن ما فيه تنافس فيه تنافس وفيه حال بس نحول التجارة للاستيراد والصناعة دائما ضد الاستيراد المنافسة الكثير من الأحيان مطلوبة لتوشيط وهلأ الحكومة أي قطاع صناعي عم نصير فيه احتكار عم تفتح باب الاستيراد ومؤخرا فتحة باب السيراميك لأنه صار مطالبة من الأخوة بغرف التجارة أنه صار فيه احتكار مع عدد قليل من المعامل وإسعار غالية وهلأ طبعا احتراضات شي طبيعي دائما أي قرار يطلع في إصطناعة بتعتري التجارة بحطري بس الحكومة دائما ماسك العصائي من النص ما عم تسكر باب لأي جهة تحتكر على التاني اللجنة اقتصادية كثير وعي لهالأمور أكبر دليل قرار في سمح استيراد السيراميك لتطلع مؤخرا أستاذ ياسر تتمة لكلام الأستاذ أدهم إذا أردنا أن نتحدث كنا نتحدث قبل الهواء قليلا عن موضوع القرارات الاقتصادية وضرورة أن يكون هناك منهجية واضحة لرسم سياسة اقتصادية واضحة ومعينة لسوريا ما رأيك بالمنهجية الحكومية المتبعة حاليا في الاقتصاد هل توافق هذه المنهجية هل تراها بأنها فعلا هي ملائمة لمتطلبات ومتغيرات المرحلة الحالية أم لا طبعا النتائج تنبي عن القوانين وتنبي عن أن القوانين صحيحة ومغير صحيحة لحنا الآن ناخد سعر الصرف وسعر الصرف واضح لجميع تغير سعر الصرف من 50 ليرا لـ 12 ألف ليرا أو ما شابهه هذا الكلام يعني أن السياسة الاقتصادية غير صحيحة لحنا قلنا أفكار تانية موجودة في العالم ليش عم نجرب لحنا في دول كاملة قامت على التعليم والسياحة والزراعة لحنا حطينا أنه لحنا بدنا ندعم مثل ما تفضلتوا الصناعة وعم نقول عم نمسك العصة من النص لا عم نمسكها من عصة من نصف الصناعة في عنا في عنا اقتصاد آخر موجود ليش عم نلغي الآن عطيني رؤوس أموال كانت تشتغل في التجارة وأسماء كبيرة كانت موجودة أين هي الآن إما في دبي أو مصر أو السودان أو كذا هذا مال راح أنت توفر له تفضل تشتغل ومزبوط وتجارة هذا مو خطأ بعدين أنت تكون شاطر استغل هذا المال بالصناعة أما أول شي تهربه ويطلع برا بعدين تقول بدي يشتغل بالصناعة من أين لك المال من أين لك المعرفة ما يكفو لحنا الآن في جزء كبير من اقتصادي البلد برات البلد لحنا بدنا نجيبهم لا يأتوا بهالقوانين الموجودة لو كان يأتوا بهذه القوانين الموجودة لم نرى هذا الوضع إلا أننا الآن الراتب لا يكفي لأيام هذا كلام ليس صحيح يريدون مشاريع جديدة كيف تبني مشاريع جديدة نعم نحن نقول له ابنيها بالصناعة لا أنا مالي مصنع أنا زلمي زراعي ما تكفيني بالصناعة تجيب لي المال للصناعة تركني أشتغل بالزراعة أعطيني صناعي وزراعي نعم نعم صناعي وزراعي وتجاري وطبي وتربوي لماذا نحن في الجامعات يجب أن نكون أفضل الجامعات في المنطقة العربية ويأرخص لأسعار نروحوا لأمريكا يدفعوا 20 ألف دولار بالسنة نستطيع الآن ننتج طالب بـ 5000 دولار لذلك نحن نفعل كل الاقتصاد لا نجعل الاقتصاد الصناعي الآن يتفضل أن الحكومة تسمع الكلام الاقتصادي للصناعي ولكن لا تسمعوا للتجار ولكن أريد أن أخالفك بهذا الموضوع لأنه نرى الكثير أيضا من القرارات هل سوريا تعيش على السيراميك في مليون مادي نعم نحن ما بدنا مثلا أن نحصي بمعنى أعداد القرارات إن كان باتجاه الصناعة أو التجارة ولكن أيضا مثلا بخصوص الزراعة شاهدنا أنه هناك كمان فيك دعم من قبل الحكومة للقطاع الزراعي وتنشيط هذا الموضوع أيضا صدرت قرارات بما يخص موضوع التجار بأنه كتسهيلات ليست بالتعقيدات الكبيرة التي كانت موجودة سابقا لحنا المنصة عم تأخذ أربعة شهر أنا بدي حط مالي سبته أربعة شهر وبيدي سبت بر مال كمان مثل حكايته ثلاثة شهر أربعة شهر ما بدور العجلة الاقتصادية هذا يغلي الأسعار أنا أقبل بثنين بالمئة ثلاثة بالمئة مثل باقي الدول إذا كان في تسهيلات بنكية للتجار إذا كان في تسهيلات بالعمالة أقبل بالقليل أما وتساوي دورة رئيس المال حوالي ست أشهر ما حدا بيقبل بعشرة بالمئة وخمسة بالمئة بيرفع بعدين في مجاهيل عنا بالتجارة في عنا مجاهيل أنا إذا أستورد في كثير مجاهيل هاي ما أعرف أدي جمارك وهاي ما أعرف صحيح سعر الصرف أستاذ ياسر بهذا الخصوص يعني بما أنه ذكرت موضوع المنصة أكدنا كثيرا وتحدثنا وأيضا مع حضرتك بأنه هناك ضرورة بات بتصحيح الأخطاء القرارات التي ممكن أن تأخذ مثال منصة تمويل المستوردات يعني أقل ما يقال عن هذه التجربة بأنه أدت إلى نتائج بين قوسين كارثية لماذا لا يتم إلغاء عمل هذه المنصة والعودة إلى الأنظمة السابقة لتمويل المستوردات نحن كلام علمي وبصراحة ما هو السبب لحنا أنا وياكي جلسنا وحكينا على المنصة والتغط المنصة خلال بعد يومين ثلاثة ردي ترجع إلى المنصة صح إما القرار الأول خطأ أما القرار الأول خطأ أو القرار الثاني خطأ واثنين قرارات قرارات حكومة لذلك نحن نرى القرار هذا كيف يصير في خطأ بالقرار أنت الآن يجب أن ترجع رؤوس الأموال السورية كل من يصعب على رؤوس الأموال السورية أو يخرج إلى بره هذا خاطئ يمشي بعكس السياسة الدولة الصحيحة لحنا نرجع تسهيل بعدين أعطوه نورقة كاملة لحنا غرفة التجارة مع نورقة كاملة كيف يتم الاستيراد وكيف تتم أعطيني جدوى اقتصادية أي مشروع أعطيني جدوى اقتصادية أعطيني رابح لماذا بدك أن يخسر أنا أقول لك أن يخسر وإذا أضع رأيس مال مثبت في مكان معين وبسعر الصرف غير معروف أنا أقول لك أن يخسر لماذا تسدني أعطيني كيف أربح يصيرون أنا أحي أحي أبن عمي ويتبلش يعني لا يوجد تاجر يخسر يعني كل التجار حاليا يتدبر هذا الكلام ظلم إذا أنا عم مخسر تقول لي ما في تاجر متخسر كيف خلط لحنا خلينا نعود أنه ندرس إذا عم نحكي علم ندرس هاي رمحانة ولا خسرانة أنا أعرف سعري أما يكون في مجاهيل بالمعرفة كيف يبيع إذا في مجاهل كلها مجاهل يحسبوا حساب يعني مسبقا قبل ما يقوم نغلي السعر تماما حبلي يصير يعني لهذا يقول لك إنه عم بين قال إنه تجار ممكن التجار ممكن التاجر اللي صبر عشر سنوات خمسة عشر سنة في هذه المدة هذا تاجر وطني هذا موجود الآن في سوريا لاحنا ما رضينا نسافر ما رضينا نروح لغير البلاد هذا بالأخير نتيجته إنه بدك تضل تقول عني أنا دائما رابح ودائما جشع لا خلينا نعيد حساباتنا استقطبوهم هذول اسموا بره رجال أعمال استقطبوهم لسوق الصرف برأيكم كيف أثرت النتائج والآثار على عملكم كترجال ومستوردين ما هو المطلوب بشكل واضح بمعنى هل هناك طرق بديلة عن الطرق اللي معتمدة حاليا وعم بيتم اتباعها أم لا طبيعي لحنا في عندهم في خطأ معينة كيف راكبة مالي عارف هننا نفكرين حجم رأس المال الأجنبي الموجود في سوريا هو مثلاً 100 هذا من نجبة الرقام حجم الرأس المالي ألف بس 900 خارج سوريا هذا بدون نعادل الفكر تبعه شلون بنجيبهم 900 انت بالفكر تبعك عم تقول أنا بدي ديئ استسماء بدي ديئ استيراد مشان يكون عندي الموازنة الصحيحة طيب ليش بدك ديئ استسماء عندك 900 بره بيجو بس عطيون قوانين القوانين غير صالحة لإعادة رأس المال في خوني إعادة بس تعالي ما عم تتشجع ترجع فيه التمويل الخارجي على المنصة فيه خطأ ما عم تتشجع فيه تمويل خارجي على المنصة عنده شركات بره عنده موال بره بقدر يضخها ويجيب فيها مواد ويجيبها بس مرة واحدة عم يقول له جيبها أول مرة يلي عنده بره يجيب يجيب تاني مرة برجع بحطة برجع بحطة أربعة شهر ترد على المنصة المنصة ما لأربعة شهر لأننا المنصة الجديدة فيه نهار فيه ثلاثين يوم وستين يوم وتسعين يوم ومئة وعشرين يوم ومئة وخمسين يوم عاملة قوائم هناك أولوية أولوية والمنصة الجديدة أفضل من القديمة كلمة حق القديمة كنا نحط ما نعرف إمتى القص أما هلأ منعرف بس أنا حسب ما تت أنا بحط بعد ثلاثين يوم بقصه وصارت معي شخصية بس كمان هون أسعار الصرف عم بتأثر على التاغذبا يوم وليلة ثلاثين بالمئة يعمل تغير الموضوع فمين بدو يعوض هاي التجار لأنه هلأ نحن عادين في فترة حرب منطقة حرب أقليمية خلاص الحرب انتهى لا بالمنطقة عنا حرب أقليمية خلاصة الحرب شوف سعر الصرف دولنا الجوار شوف مصر لا عندها حرب هلأ بس بدنا ندور على الفاشلين لا مو فاشل خلينا نشوف الراكزين لا لا شوف مثل مصر أعطيني قوانين مثل متغيري لا عندها حرب ولا عندها شي والمال السوري فيها وأضخم مشاريع النسيجية بنحكي بقطعنا فيها سعر الصرف عندها عم يتهاوى بها الفترة طبع حرب غزة نحنا الحمد لله سعر الصرف كثير متوازن بها الفترة عاديين حرب حولينا وبعدين الشغلة الثانية تركيا دولة كمان دولة كبيرة وليرا التركيا عم تنهار وصلت الفائدة لسبوع الماضي عنده 40% ونرشدت حالنا يعني خلاص نوافع على الموجود لا نحنا لا اقتصادنا ميربورها نحنا عم نحكي كيف تطوير كيف ننهار باقتصاد نحنا عاديين بوضعنا صعب وضعنا صعب عاديين حوالينا كل المشاكل عاديين بوضع صعب ننفذ بهذه الفترة بعدين نحكي يشتون بدنا نطور ونفتح طيب أستاذ أدهم يعني كيف بدنا ننفذ نحنا بهذه الفترة ونحنا هلأ حاليا منتجاتنا وموادنا أصبحت أغلى من أسواق العربية والإقليمية المجاورة وهو أحد الأسباب اللي حتى ما عاد عم نقدر نصدر بسبب أسعار التكلفة المرتفعة اللي عنا اللي عنا اللي عنا اللي عنا بسوريا هلأ أرخص دولة بمنطقة كلها صحري عامل جيد بالصناعة لأني حوامل الطاقة عنا جاء تبتلك الكهرباء الأقضية بالنسيجية الكهرباء عنا عامل أساسي اليوم عنا الكهرباء الصناعية 10 سن نحكي مقطوعة بمصر سنتين بالأردن 7 سن الصناعي وبالليل بيعطوه خصم 50 بالمية والعطال 50 بالمية وخميس وجمعة 50 بالمية نحنا بدنا الكهرباء نحنا مندفع 10 سن ندفع الكهرباء 22 بالمية رسوم وضرائب فوق فاتورة الكهرباء يدفع الصناعية على خطه نحنا الكهرباء أهم عامل الكهرباء لا نستطيع أن نخزن ولا منقدر نهرب ولا ندر نبيع بالسوق السودة يقولوا مثل المحروقات عم نخزنوا بيوم بالسوق السودة الكهرباء اشتغل المعمل استهل الكهرباء ما اشتغل ما استهل الكهرباء نحنا بدنا بالكهرباء تنزل أسعارها يعني عطت الجيء الصناعي بالكهرباء طيب يعني ارتطاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء عم بأثر على موضوع أسعار المنتجات طيب بالنهاية أنت لمن عم تنتج يعني نحن وصلنا لمرحلة القدرة الشرائية عنا أصبحت منخفضة جدا يعني للمواطن السوري قادر على شراء هذا المنتج ولا حتى قادرين ننافس فيه أو حتى نصدروا برا لأنه صار المنتج السوري نوعا ما يعني غير منافس بين المنتجات الموجودة يعني في عنا بعض نقاط قوية حتى المنتجات التركية أصبحت دخولها للعراق أرخص بكثير يعني حتى السوق العراقي اللي هو شريك لألنا يعني أصبح يفضل التعامل مع كثير في معرة منتجات سورية بيع مباشرة صلى يومين الأقبال عليه هائل لسه منتجاتنا مطلوبة بدنا شوية دعم شوية للمعارض الخارجية نرجع نرجع منتجنا لبرنا هو إلى أي حد يعني الصناعي سيستمر وسيكون قادر على الصناعي الصناعي على الآن بمعمل ما بيقدر يترك صناعي وطني مثل المقاتل بالمعركة طالما معمل موجود قاعد عميئاتي ما حيسكر معمل يهروب التاجير مع احترامي لأخوانا بغرفة التجارة عنده سكرتيرا موظف موظفين أمناء مستودع بأي لحظة بصفي بضايعه برئس ماله بنواقص 5% زائد 5% بنواقص 10% قال ألا برئس ماله كتلة مالية وطلع الصناعي أين تطلع برات البلد وتدمر يتمعملوا وتفاتوا الإرهابيين وخربين دمروا معاملون فكره أرجع حط مال لما ما حط مال وفي صناعيين رجعوا استثمروا عاملة جديدة وهلا المدن الصناعية عندنا بسوريا تقريبا كلها فولت ما عد فيها مقاسم إذا صناعات جديدة تجي مع دلالة في عالة عم تجع تستثمر الصناعة والتستثمر تزرعي اليوم بعد 4-5 سنة يطلع المنتج مو مثلا اليوم جبت نصقيت كونتينر مواد بعته وربحت فيه الصناعي نفسه طويل هاي الخلاف بيننا وبين إخواننا بغرفة التجارة عندنا نحن بالنسبة لنا 3 شهر هلأ فيه ظرف خاص من قول أوقي أما التاجر بده بسرعة إليه نحن ما منفكره نحن نسبت مكانه ونسبت خط إنتاج لنستلمه من بره بدنا 7-8 شهر لينشحين لينطارع إنتاجه بدهك سنتين في خطوط إنتاج دائما نفسنا طويل مثل المزارع بيزرع شريت نجاص بده 7 سنين لياكل منا نعم أستاذ ياسر ما ردك على هذا الكلام إذا صناعتي هون بدأتكلبني ثلاث أضعاف الصناعة بره أو ثلاث أضعاف سعر المنتج مو صناعي ما كنا نقدرنا النافي خلينا نحكي خلينا خليتك تحكي خليتك تحكي الصناعة الآن في بعض القطع هون الموجودة سعر ثلاث أضعاف موجود بالعالم صحيح ليش هل أنا المحتكر في شي خطأ وكل هالدعم عم تاخده كصناعة وبالأخير عم طلع لي منتج أغلى من غيرك مفروض طلع أغلى من غيرك وهذا بيصب بصالح المواطن أما أنا اجي أخذ القطعة الوطنية مثلا لو فرضنا بدنا نحكي بالكلام قطعة سكاكر أو بسكوت بسعر الماركات العالية هذا في خطأ في خلال بدون النظر أما هي دائما التجارة يعني بتحول الصناعة على شيء منتج أنا وتعندي منتج خارجي حط عليه جماركات ما بدك مثل هلأ هلأ طيب هلأ حطوا بالسيراميك أنه بدنا نحط ضميمة أو بدنا نزود الجماركات لا يوجد مشكلة هلأ ستشوف أنه هداك سيتوازن القسم الآخر سيتوازن أما أنا أريد أن أمنع شيء مقابل شيء مثل ما بدون يأخذ يحتكر بالسعر برفع بالسعر مثل ما بدون ونقول أنه التأجر بدغري يمشي بيعمل حال ويمشي من يمشي مننا لأحنا ما مشينا ما طلعنا برات سوريا أما كلهاتنا وطنيين أول شيء بدنا نقول كلهاتنا وطنيين وكلهاتنا محترمين والصناعي محترم والطبيب محترم والمحامي محترم كلهاتنا محترمين لأحنا الآن بدنا نفتش عن صيغة نجعل الجميع عمل وتجاوز العقبات نجعل الجميع عمل بدنا نرجع بدنا لأحنا كنا شاطرين بالتجارة وشاطرين بالصناعة وشاطرين بالطب وشاطرين بالهندس كنا شاطرين بكل شيء أما الآن أنا أخي بس الصناعي منيح والباقي كله ما بيسوع هذا خطأ طيب أستاذ يعني ما رأيك بهذا الموضوع كيف يمكن حل هذه الإشكالية نحن اتفقنا بأنه نحاول وضع حلول للمشاكل التي نعاني منها موضوع مثلا الأسعار حوامل الطاقة حوامل الطاقة هو عنده مشكلة واحدة بالطاقة بينما التجارة لا 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 ليس حوامل الطاقة فقط أيضا هناك بسبب تغيرات أسعار الصرف أيضا هناك ارتفاع في الأسعار لشرة يعني المواطن بات عم بيتطلع يعني هو عم بيقول أنه نحنا بسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة أسعار العالمية كمان ارتفعت أسعار الصرف عم تتغير ولكن لما عم بصير في ارتفاعات عم ترتفع عندنا الأسعار لما بصير في إنخفاض أو بيوقف هذا الشي نحنا ما عم نشهد انخفاض بأسعار الموضوع لاحظم تخفيض السعر طبعا شو عكس قلة رئيس المال اكسار رئيس المال لحنا الآن ما هي الآلية للآلية بتخفيض السعر اكسار رئيس المال العامل الآن ويعملوا بمادة ثلاث أشخاص سعر سيكون مثل إذا بيشتغلوا عشرة أو عشرين بالعكس سيكون بيقصروا أو بيخففوا أربع القوانين الخاطئة تنتج احتكار إن كان بالصناعة ولا بالطب ولا بالهندسة تنتج احتكار الاحتكار يرفع السعر انت بدك تساوي قوانين تخلي الكل يشترك الكل يشترك بالموضوع ليش ما يشترك هذي اللي يعاد برا مثلا لو فرضنا في مصر عم يطالع عشرة بالمية إذا حسب لأ بسوريا بطلع عشرين بالمية بيرجاع إذا اللي قاعد بدبي عم يطالع ثلاثة بالمية عم يشتغلوا بدبي بالسعودية يمكن عم يشتغلوا بدون رباح عطيه فرصة رابحة هون لا تعطيه فرصة خاسرة فرصة خاسرة كله بيهربنا لحنا عنا نفس العائلة بتلاقي فيها واحد يشتغل بالصناعة واحد بالتجارة واحد بالطب واحد بالهندسة واحد مزارع كلهم بدون يشتغلوا أما أنا بس بتشغل فئة معينة شو الفئة تلخرج بده تساوي أما تقول والله لابدنا والله لحنا يشتغلوا معنا التجار يسوقوا لنا ويبيعوننا من هنا القرارات مين قال النفسي ناعي فوق التاجر كلهم مثل بعض أخوات لا لا مثل بعض وكمان يعني أخوات بكملوا بعض نعم أستاذ ياسر يعني هناك أيضا الأراء الكثيرة التي نسمعها بأنه هناك يعني لا مانع من قبل الحكومة بعودة التجار أو رؤوس الأبوال يعني عم بيقلك إنه يا أخي يجب لي أنا حالة تم رفضة أو تم مثلا تضييق الخلاف علي حالة في رأس مال بيوقف أربعة شهور عطيني حالة بكل عالم أنا دائر الدنيا كلها ما في ولا حالة أنا بجمد رأس مالي أربعة شهور بجوز أنا يعني المشكلة الأساسية تجميل رأس المال المنصة المنصة وما شابها أنا بدي دورة رأس المال تكون يوم هني عم أقولوا بدنا دورة رأس المال ستة شهور أنا بدي يوم خلال يوم قدش بربحنا إذا بتعطيني مواد الصباح بعطيك حق المسا قد لا نفرط تم تجاوز موضوع المنصة وحل هذا الأمر برأيك ما الذي سنشهده سنشهده أول شيء لحنا كل مين مخبي فلوس بيطلع بيشتغل ثاني شيء حيقول لأخوي اللي موجود في الدول العربية أو دول أجنبية تعال موضوع رابع طيب قبل ما تطلع المنصة ما كان في هذه الحركة القوية للتجارة أيضا في سوريا يعني ما كان بالشكل أنا كنت استورد أنا من ست سنوات ما استوردت وأنا بالكترونيات اللي رقم ما استوردنا لأنه مو صحيح الفكرة بعدين أنا ما بدي ألعب على القوانين أنا بدي أمشي مع القوانين القوانين الموجودة الآن ما تستطيع تمشي عليها بالشكل لحنا يجب أن نعيد الفكرة نرجع للصفر عندما عندما يكون هناك خطأ فادح يجب الرجوع للبديهيات نحن لسنا بوضع يعني نقول ونؤكد برارا لسنا بوضع للتجريب والخطأ حاليا في هذا أصلا وين جربيت عطوني بلد تجربت فيها أو تجرب أنه في مال بنجمده ليش بدك تجمده المال يجب أن يعمل لحدين موطة تانية بحكيها هاي وبظن بوافقني عليها الإستاذ لحنا الآن سوريين عنا ثقة عالمية مع مع تجار والصناعيين والمعامل ولا لا أحسن ثقة بالعالم التاجر السوري رغم ما صار عليك طيب نستطيع نجيب بالدين ليش عم تقول مين دا نجيب مصاري أنا نجيبهم بالدين من مرة طيب أنا إذا واحد يخد هاي مئة ألف أخي بيضاعها بس بدي حق أبع ثلاثة شهر أو شهرين وش لون تساوي مسموحة أنا عم تفاجأ في في عم تحكي مسموحة شلو مسموحة بدي حطلو أربعة شهر بالبقى مئة وثمانين يوم آجل بتجيبهم فواتورة المصرف المركزي عم يأخذها لأننا كصناعيين والفترة اللي صار في تبديل بين منصة أولى ومنصة تانية ما عادنا عرفنا نبيع منتجاتنا أنه كل يوم سعر ضربنا فرامات عم طبعا ما منوقف بيع أنه عندك إنتاج عم يطلع بتكدس بس كمان ما كانت حل نرجع بالعشرين يوم صارت أسابيع كمان ما كان حل لا هاي حل ولا هاي حل يا أخي أديش عدد دول العالم أديش عدد دول العالم 360 ولا أكثر 360 دولة بالعالم ما عم تشغل بمنصة بس نحن دولة 12 سنة حرار طيب معنات القرار الحكومي بهالحالة ما كان صحيح لأننا نحن دولة عم تشتغل حرار 10 سنة ألبانيا كانت حرب اليابان حرب رواندا حرب كله حرب مطاراتنا نضربت ونضرب الميناء بضايع السياعية نحن عندنا وضع خاص وأزمة استثنائية عم نعالجها بحلول استثنائية نحن مو مع القرارات كلها مية بالمية بس كمان ما منهاجمها كلها ما بدنا أنا هون بحضر مع حضرتك بهذا الموضوع أنه نحن ما لنا حالة خاصة يعني ليست سوريا هي البلد الوحيد الذي تعرض لأزمات هناك تجارب دولية قابلة للتطبيق بشكل معين بشكل من الأشكال في سوريا والاستفادة منها نحن مغنى نعتمد على الخارج ولا على الدول نعتمد على الثروات والموارد الموجودة لدينا الإمكانيات موارد البشرية اليد العاملة رؤوس الأموال الوطنية الزراعة الأراضي نحن فقط في حال تم اتباع طريقة لإدارة هذه المكونات وهذه الأدوات أتوقع أنه ممكن نحن نوصل لمرحلة نستطيع تخليل ودوران عجلة إنجاز يعني لحد الأدنى على الأقل هلأ وزارة الصناعة بشكل لجنب تحت رئاسة معاون وزير لجنة اقتصادية طالتها رئاسة الحكومة تقدم رؤية للصناعة السورية مصروفة لـ 2030 والاتحاد قدمنا رؤية وعمل نجتمع نعمل رؤية بالعكس الدولة عم تشتغل على الوضع الآن كحكومة كفريق اقتصاد وعم يشتغل للرؤية لـ 2030 ما عم يختلف شيء وتشوفي الشباب اللجنة اقتصادية عم يشتغلوا لهلأ للعمل اليومي كل يوم بيوم وعم يحلوا المشاكل ويقدروا يمشوا الأمو عم يشتغلوا للرؤية لـ 2030 الكثير من الأحيان يعني نحن نعم بيكون عندنا معنا رؤية على الأقل في رؤية مثلا نجاب لك معنا رؤية سماعية لـ 2030 عم نشتغل اليوم يحل 2014 عم نشتغل من 24 لـ 30 مع تها تم تطبيق مثلا هلأ الـ 24 و30 هل عم نحط رؤية وهداف مين هل سوية الرؤية؟ رؤية وزارات الدولة طيب سنتابع هذا المحور وقطاع الخاص كلنا مشتركين فيها نعم اسمحوا لي ديوفي ولكن دعونا مشاهدينا وإياكم نتابع هذا التقرير ومثل من أود دأبت الحكومة السورية على العمل لإخراج القطن من دائرة الاستراد فلم تترك شيئا يعتب عليها إلا أن جهودها وصلت إلى باب الاستراد المسدود على أمل التخلي عن الاستراد كمصدر للحصول على الأقطان تمدد الحكومة منذ 2021 العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية لاستراد القطن المحلوج كمادة أولية لعل المعجزة أو القدر يضع ثقله بالأمر لإيجاد حل لإغلاق باب الاستراد الذي دق ناقوس الخطر فعلا فوق رأس الاقتصاد المحلي بازدياد في تكاليف الإنتاج تبيعه ارتفاع أسعار أعمى بحسب خبراء استراد القطن لا يحل هذه المشكلة خاصة مع ارتفاع تكاليف الاستراد بسبب العقوبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميا فضلا عن الرسوم الجمركية المرتفعة فحتى الآن لم يتم استراد أي كمية من القطن وفق المؤسسة العامة للأقطان رغم أن القرار أتى تلبية لمطالب الصناعيين كما تحدثت مؤسسة الصناعات النسجية والتي أكدت من جهة أخرى أن محالج عدة جاهزة لكن المباشرة بالإنتاج رهن كميات الأقطان المستلمة العقوبات الاقتصادية تسببت بارتفاع كولف استراد سوريا لاحتياجاتها من السلع والمواد بعد تراجع الإنتاج المحلي إلا أنه بعيدا عن ما يعيق الاقتصاد من آثار خارجية لم تكن القرارات الحكومية على قدر من استشراف الأزمات والمشكلات والحيلولة دون وقوعها أو التخفيف من أثرها وإنما وليدة الأزمة وكانت تعامل مع سعر الصرف الدليل الأمثل فضلا عن القيود المفروضة على الصادرات والواردات نهيك عن الرسوم الجمهورية المرتفعة التي أحكمت إغلاق الاقتصاد السوري وهذا ما يتنافى مع التوجه الحكومي نحو الاعتماد على القطاع الخاص الذي تشكلت ملامحه الأولى بقانون الاستثمار رقم عشر فالقطاع الخاص أثبت نفسه خلال أيام الأزمة وما تلاها من عقوبات اقتصادية لكن في ظل القرارات ضيقة المساحة من قيود استراد وتصدير وغيرها هل يستطيع القطاع الخاص تلبية احتياجات السوق السورية مع تراجع الدور الرائد للقطاع العام؟ أستاذ ياسر أعود معك وتتم للتقرير الذي كان على الشاشة أمام الأرقام الحكومية المنشورة حول بنود موازنة 2024 نشهد هذه الأرقام ارتفاعات كبيرة في الانفاق الجاري والاستثماري بالقيم الإسمية حوالي 200% ولكن بالقيم الحقيقية هناك انخفاضات كبيرة جدا ونتحدث هنا بكون معظم المواد الأساسية يتم استيرادها من قبل الحكومة كالقمح والمحروقات السؤال هنا أمام الضغوطات الاقتصادية الكبيرة التي أدت وتؤدي إلى تراجع دور الدولة التجاري ما هي إمكانياتكم كقطاع تجاري لمحاولة سد هذه التغرى وتلبية وتغطية احتياجات السوق السورية؟ الآن كما شلنا الدعم بالنسبة للمواطن يجب شيل الدعم بالنسبة لقطاع الدولة ما تمشي للدعم يعني لحد يعني تنسيق الدعم إعادة هيكلة للدعم يجب إعادة هيكلة للقطاع الحكومي بالاستيراد الآن الدولة لها مال موجود أو الحكومة عندها مال موجود هذا بتشغله بتشغله لذلك عندها مشكلة بكمية المال بينما لو القطاع الخاص هو شغل المال بيشتغل بمال الدنيا كلها حاليا التوجه الحكومي هكذا بأن هناك تراجع بدور الدولة التجاري هذا ملاحظينه وتعويل على القطاع التجاري هذا ملاحظينه بفتح البنوك بالتعامل بالعمل الصعب هذا لاحظناه ولكن غير كافي عم يرجع يتقيد بقوانين ما فاتحة بدنا نفتح كل القوانين خلي يجيبه خلي مال الخارج يجي إذا ما إجا المال الخارجي لا نستطيع أن ننافس بالصناعة أنا لو كنت أنت مصنع وقلت لك أخي إملي مالك هاي المال مني بدش ترضى بترضى بثنين بالمية ثلاثة بالمية أما قلت أنت عم تستهلك المال تبعك حق آلات وحق مواد وحق عمالة وكذا بالأخير الموضوع مصحيح يجب إدخال المال الخارجي يجب وهذا المال سوري ما بدنا مال لا بدنا مال من غير دول بدنا مالنا مالنا اللي يطلع لبرة خلينا نرجعه قوانين غير القوانين الموجودة القوانين أرينا القانون 18 وأرينا القانون 10 وكلها تشوفنا لا يكفي لإعادة رؤوس الأموال السورية التي في الخارج إذن لديكم الإمكانيات ولكن تطلبون قرارات جديدة تكون مرنة نوعا ما لتناسب متطلبات بعدين في نقطة تاني بدي أحكي فيها لماذا لا يكون هنا كل الحكومة وسمعنا قراراتك كلها تطالب بالتشاركية التشاركية بين من ومن يجب تشاركية بين الجهات الحكومية والرؤوس الأموال الموجودة الآن في كثير من البنية التحتية موجودة عن مؤسسات الدولة خطت الحكومة بهذا المجال خطوات يعني واضحة تشاركية بين البناء بدنا تكون صحيحة ومية بالمية تمشي الآن في بنية تحتية عند الدولة قوية جدا في عنا مؤسسات وفي تجار جاهزين ليتعاملوا طيب العلاقة خلينا نزبطها شوي في بعض المؤسسات يعني فتحت باب الشراكة ولكن لم يتقدم أي تاجر أو أي أحد لي لأنه في خلال قوانين أنا كنت مستثمر منشأة كبيرة بسوريا وساويته وبنيته وكذا ولكن بالأخير طريقة النتائج خاطئة من موجب القوانين ما عددت الرفوت مرة تانية على الموضوع بدنا قوانين تحمي المال المال اللي بدي يجيبه أنا أو غيري بدي يجيبه من برة بده حماية المال السوري بده حماية نعم أستاذ أذهب أيضا هناك نقاشات حكومية تدور حول التعديل الضريبي وضرورة التحول نحو ضريبة القيمة المضافة بدلا من شكلها الحالي ضريبة القيم الإنفاق الاستهلاكي كيف تقيمون هذه السياسة وما هي متطلباتكم كصناعيين لتطوير عمل هذه الإدارة ليكون محفز لتنشوية الإنتاج الصناعي الغلبيت الصناعيين ربطوا إلكترونية مع وزارة المالية وعن ينفزوا القرارات والتعليمات بسنا كنا نتمنى أن نسب الضرائب بالمرسوم الجديد نزلت 2-3% كنا نتمنى لتنزل الضريبة تصير ضريبة على الصناعي ولا على التاجر أعلى شريحة 10% ما بيعود فيه عن تهرب ضريبة نهائي لو هلا فيه مثلا 2-3-5% ما فيه وتصير كل واحد إن كان ذكانة صغيرة ولا مصنع كبير بيكون شفافية ريح لو نحطها فلات 10% ضريبة 10% ما نعملها مثلا 30% أو 23% نواحد ضرائب وننزل شرائحها ويأخذوا قيمة ضريبة مضافية يعني ضريبة مضافية ما حيدفع على المنتج ولا التاجر حيدفع على المستهلي صحيح حسب ما بيصروفهم ممكن مستنع المواد الأساسية تكون نسبة بسيطة أما بديروح مستنع يقعد بأوتيل 5 نجوم بيدفع 15% يعني أنت مع هذا التحول أكيد إن الدول العالم كلها تحولتنا نعاقص تيار ضريبة القيمة طيب في ظل ظروفنا يعني الحالية الاقتصادية نحطها على الأشياء الكمالية مثلا ديروح لأوتيل 5 نجوم بيدفع ديروح لأوتيل نجوم متين حرام بيدفع إنه هذا مضطر بيدفع من بلد لبلد أو 30 نجوم بيدفعه أقل أما ديروح يقعد بأوتيل 5 نجوم منتج عبدو يدفع بيدفع على الرفاهي اللي بدي أخذها نعم أستاذ ياسر ختامل يعني أريد رأيك بموضوع ضريبة القيمة المضافة واثر على الاقتصاد بثلاثين ثانية لو سمعها أول نقطة هذا شيء عالمي وجيد ونحن معه وهذا يعني هذا القانون العالمي أثروا على الوضع الاقتصادي العالمي القانون العالمي نحن معه ثاني شيء أنا الآن بوافق الصناعة 100% إذا بنزلوها للعشرة بالمئة ما بصير فيه تهرب ضريبية لماذا لنحن بدأت تهرب ضريبية وتتعليه بدأ العالم ما تظهر طمحة نزل 10% كافي أما لحنا الآن كان 24% أو 25% قالوا بعمل نزلو كذا توقعنا ينزل للعشرة أو نزلو للـ 21% أو 20% 3% أو 2% هذا الكلام ليس صحيح نحن بنحكي أنه ليس صحيح وما بيجيب أكثر لا بيجيب الأخير لحنا بدنا الإنتاج كامل لحنا وقت نكتر شغلنا بيصير الرقم عالي وقت نخفف شغلنا مهما كان مرتفع بدخل للدولة لحنا نضمن أن يكون العائد أكثر في حال تخفيض الضرع شكرا شكرا لك أستاذ ياسر كريم عضو مجلس غرفة تجارة دمشق ورئيس اللجنة الإعلامية شكرا لحضورك وأيضا شكرا لك الأستاذ أدهم الطبع عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة نلقاكم في الأسبوع المقبل بأمان الله اشتركوا في القناة